النهاردة كان فيه مران والفريق استأنف تدريباته النهاردة الظهر على ملعب مختار التيتشي بالجزيرة وده اليوم التاني للتدريبات عاقب العودة من الراحة السلبية بالأمس دهنكم على الشاشة عدد من اللاعبين وزي ما شرحت مبارح في مجموعة تتمرن من يوم 4 يناير وفي مجموعة تانية هتخش للتدريبات من يوم 8 يناير وتم تقسيم العدد طبقا طبعا للحالة البدنية لكل لاعب في الفترة الأخيرة اللي كانوا بيشاركوا بشكل أساسي زي مثلا محمد مجدي أفشا هيرجع من 8 يناير واللي بعيدين تماما عن المشاركة بدأوا من يوم 4 يناير أبرزهم طبعا حسام حسن ومحمد محمود وعالي لطفي ومصطفى شبير وشوفنا كمان الكابتن وليد سليمان بالأمس كان موجود مع عدد من اللاعب المران بدأ بفقرة تدريبات بدنية في الجيم استمرت حوالي 40 دقيقة وبعدها خاض اللاعبين تدريبات الجاري وفقرات بدنية متنوعة ضمن البرنامج التدريبي الذي حدده الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الحالية كننا عارفين اللي هيقود التدريبات الكابتن سامي أمصال حين عودة بيتسو مسماني إن شاء الله من تنزانيا لأنه حاليا بيقضي الأجازة في تنزانيا وراجع إن شاء الله يوم 8 لقيادة التدريبات اللي عندنا مباراة مهمة جدا يوم 13 أمام فريق الجونة شارك لعب الألي في تأسيمة بالقرة وأدى سلاسي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شبير وحمز على تدريبات بدنية وفنية بشكل منفرد قدامكم على شاشة هي جزء من التدريبات اللي خدها اللاعبين صباح اليوم أو ظهر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة طيب دي كانت أبرز حاجة خاصة بتدريبات الأهلي والجزء المتعلق بقى بفكرة صفقات والمعارين وبيتسو مسماني والموضوع اللي مش عايز يخلص ده بقى له فترة مش عارف ليه الرجل المتعاقد مدة سنتين لسه بقيله ست شهور ماشي بشكل اعتبر جيد جدا مع الآل في الفترة الأخيرة كنتائج إفريقية محليا كمان يعني الحمد لله احنا في الصدارة الدوري الفترة القادمة بنستعد الكاس عالم أندية لكن هو ده حال الإعلام بشكل عامل بعض بيحاول كده ايه يكتب أخبار عشان الإراية والمشاهدة هنروح لترند الأهلي ونشوف تفاصيل غريبة هتقروا حاجات النهاردة غريبة في ترند الأهلي